مش غريبة يعني أنت شدك أكتر يعني إيه الإدارة والكتابة هي خلق الحالة لأن الكتابة هي خلق للحالة أكتر من أنك تمثل مثلا لا ما أنا تعرض عليها مثل أه ما ممثلتش يعني أنا كنت جاب كان عندنا الله يرحمه نور ديمرداش دي كان بيخرج فرق إسماعيل ياسين وبعد ما توفى والدي فقلنا نعمل مسرحية كده من حاجات والدي وكده وفي وجبنا نور ديمرداش يخرجها يعني فلقيته هو في البروة راح نديهلي كده قال لي يا أحمد قلت له أيو قال لي تعالى قلت له أيو قال أنا عايزك تمثل قلت له لا أنا مش همثل قال لا أنت حتمثل قال لي مش عايز تمثل ليه قلت له أنا مش حابب تمثل قال لي هبعت لك مسلسل على البيت النهاردة وتقرأ وبعتني مسلسل وعدت أقرأ المسلسل ولم ما تشددش نهائي لأن أنا في جوايا أن أنا مؤلف أنا عايز أقلف الحالة اللي حيقولها الممثل أنا عايز أبقى مؤلف فلما بقيت مؤلف إيه بقى لنقني الإنتاج أول مصرحية يعني أنا بعد وفاة أول مصرحية بتاعت فريد شاوي أنا بعد وفاة والدي يعني إحنا قلنا هو وصى أن إحنا لا ما نقربش من الشغلانة دي لما نخلص الجامعة خلص الجامعة وقلت من حقي بقى كنت أكتب حاجات كده وبتاعة مش عافية لكن منتبه أن أنا خلص دراستي فكتب كان هو عامل فيلم اسمه ومضى قطار العمر فروحت أنا عامل مصرحية اسمها ومضى قطار الحب وروحت له قطار العمر ده فريد شاوي أي ما هو فريد شاوي فروحت له الفيلا بتاعته وقعدت معه كان يحبني أو برضو كنت بشوفه في المسرح يعني بقى أنا والدي كان عامله مسرحيات هو ماري مونيب كنت بشوف بقعد في قوضة ماري مونيب يعني كنت بقعد في قوضتها وبقعد طلع له في القوضة عنده في المسرح فعرضت على الفكة عجبته جدا وقال لي دي أنا أعملها في الصيف بس أنا مش منتج أنا لسه صغير صغلطوط يعني فالمهم هو أكلم منتج وبتاعهم شاب إيه وإيه وإيه وقعدوا معايا وقالوا لي أجرك حيبقى 200 جنيه خد قدي 20 جنيه والبقى يليوم الافتتاح أنا بقى إيه ما بين البروفا أروح ما أروحش بتاع الغات قلت أروح يوم الافتتاح بقى أكوان في اسكندرية أركبت القطر زي ما خليق ربنا وروحت إيه رايح اسكندرية ونزل من محطة إنه لاقي أفيش مكتوب عليه ومضى قطار الحب مش لاقي كل شواء لاقي مكتوب إيه بحبك وشرف أمي بحبك وشرف أمي قولي مين المؤلف اللي كاتب مسرحيته بالاسم السخيف الغات ما روحت المسرح لقيت بحبك وشرف أمي وكان وقتها المصطرح ده مش بتاع الزمن ده كان جريء على كله تأليف أحمد الإباري فدخلت الرجل منتج قلت له إيه دمية إيه بحبك وشرف أمي قال لها روح بقى الأستاذ فريد هو اللي دخلت له وقال لي عارف هتقول إيه اسمع كلامي أنا عمك طبعا كان عمي طبعا أستاذ طبعا الناس هتفتقمضى قطار الحب ده هيفتكروها مصحيحة زيني زي الفيلم أنا شرف أمي دي لازمة عندي بقولها الناس بتحبها قوي وحتشوف يعني وفعلا مصرحية يعني كان يخش يفضلوا يقولوا الجمهورية تجاوب معه ولكن أنا في اللحظة دي ما كنت السعيد آه ليه ليه لأن أنا كمؤلف مش هو ده يعني إزاي أنت من ورايا أنتو تغيروا لي اسم الرواية إزاي من ورايا تعملوك لأ أنا حابب إن أنا أبقى أنا ما بقاش حدي تاني ايو اتقررت الحكاية دي تاني مع مخرج كبير وكان بقى اتنين تبني تغيير الاسم برضو ها تغيير الاسم لا ده غير تغيير الاسم بقى يعني أنا شفت وقع كان هو مخرج كبير أستاذ سيد راضي يعني ف وكان بيعمل صحيحات تينيفيزيونية لسألاحظه الفقار فلا إيه سيد راضي أنا قاعد بقى مع سيد راضي بس محدش يعرفني يعني كان سيد راضي يعرفني ايه بكتب وبتاع وعايز اعمل رواية وحاجات كده ده بعد بحبك وشرف أمي يعني فلاقيت صراحة زفقار بيقول له لا سيد الورق مش عاجبني لا ما اعملش أنا حاجة كال لقيت ايه صراحة زفقار معطرد تماما على المسرحية قال له طب ما تزعلش وبتاعه المهم ايه لقيت سيد راضي بيقول لي تعالى معايا البيت فروحتي معا البيت كان الساعة تمانية بالليل قال انا عايزك تقعد ده خد اقرار الرواية ده وضبطها وبتاع ووا vários وتعشى ودخلنا مثبني فقلت السفرة قعد من بالليل لغاية الفجر يكتب الرواية من جديد تعيد هتين اه وصحي على الفطار وقال لي تعالى نفطر وعندنا نفطر قال لي وريني عملت ايه قرى الورق قالي تعالى معايا المسرح فقال روحنا على البروفة فإدى الورق اللي صرح زفقار فقال له ايوة كذا ده كلام مصبوء ما عرفش بقى انا مين ولا مين اللي كتب ولا مين اللي صلح ولا مين اي حاجة فانا افتكرت بقى ايه اسمي حيتحط وضعي حيبقى لا اسمي تحط ولا تقال ان انا اللي عملت ولا حتى ايه يعني فيش اي حاجة من هنا ابتديت فقر في الانتاج ان انا لازم كل الادوات معايا بقى انا راجب بكتب والناس انا ساعت في الوقت ده سلاسة ادواء المصرح الشروا مني مصرحية وما عملوهاش بس والفنانين والتحدين الشروا مني مصرحية وما عملوهاش فبقيت مجنن هم ليه بيشتروا المصرحية وما يعملوهاش ايوة فانا اكتشفت بعد كده ان المصرحيات دي بتتفك يعني بتاخد انت عربية تفكيها تاخد الحتة تكوتش هنا وزق ده وكمل فقلت لا خلاص انا حبقى منتج طب حبقى منتج ازاي وانا معيش فلوس ايوة ما منتج مغير فلوس ما يبقاش منتج ولكن استغلت بقى علاقة والدي بفرقة الرحاني ونوصح الرحاني لانه هو اللي قومهم بعد وفاة بديع خيري يعني لولا والدي ما كانش يبقى في حاجة اسمها بفرقة الرحاني ايوة فاروحت لهم انا واخويا يسر الابياري وقلنا له معزين المصرح معك وكان معانا 500 جنيه قاله في حاجة اسمها يا ابني 500 جنيه والله ده اللي معانا مش عبيت فالمهم الاستاذة الله يرحمها امال خيري قالت لا ان انا مش حننسى لكم وابوكم وقف جنبنا ولو لا ما كانش مصرح الرحاني ده استمر واحنا لازم نرد الجميل ليكم ففعلا ندونا المصرح ودونا الامكانيات الجمال بتاع سمان ودونا كل حاجة وعدنا بقى نكتب على نفسنا كمبيلات وشكات وصلاة امانة وحاجاتك لا تودي السجن واخد بالك